البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للوطن العربي وجلاحاً مكملاً للديبلوماسية العربية الرصبية في الدفاع عن قضايا الأمة وفق رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال افتتاح أشغال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بالقاهرة المؤتمر العربي حظي بمشاركة رفيعة المستوى لرؤساء البرلمانات العربية من بينها الوفد المغربي وعرف تفاعلاً بناءاً ومثمراً للبرلمانيين إذ أصفر عن اعتماد المؤتمر وثيقة عربية برلمانية أكدت على ثوابت ومحددات الموقف الشعبي العربي تجاه أربع عشرة قضية تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات وفي مقدمتها قضية فلسطين وانكبت اللجان على التحضيرات الحالية لعقد المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية فضلاً عن مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي وإعداد استراتيجية عربية لمكافحة تشغيل الأطفال في الدول العربية